وانتبع تدخلاتك لكن لسائنا ناسر وشعوب هذا كل ويني هل استعملت وقود المدافع شعوب وقود معناها بيصير شعوب وقود وفي كل ومتحدث تزاد الناس يقول لك سمع أنت فاضة شعبية ضد استبدال ضد فساد ضد كذا استعملوهم أنشخ المنتاليزات لا منا قلت شوف السوفية مرة أخر لا توجد ثورة في العالم ثورة شنية هي حدث سياسي هي تغيير لجغرافيا ولا تاريخ ولا وجه وجه سياسية الثورة تقلبك تصير ماشيك إذن هو يعني ورش سياسية مفتوحة جديد كل الناس لازم يدخلوا فيه كل الناس يدخلوا فيه ياما نفتح وندخل فيه واما تبدأ مفتوحة وانا ندخل فيه تقول الثورة الروسية ما فيهاش عوامل دولية لينين إلى الآن لينين إلى الآن متهم أنه عامل ألماني وانه ركب في قطار ألماني ونتحق بالثورة وهو كان في الممثب معانو لينين شارك في 1905 للسجن واحد يهاجر واحد ممثب إذن كل الثورات الفرنسية مش متهمة فيها الماسونية وبريطانيا وأمريكا كل متهمين فيها وكل واحد يقول لها نعملنا إذن الشعوب الشعوب في فرنسا تحركت ما تحركتش بالفيسبوك في 1789 79 ما تحركتش بالفيسبوك تحركت بالتفاعلات وبالمشاعة وبالحس وبالوعي وبالكتابات وبالتفكير وبالكتاب هكا ولا وبالفقار اللي كانت منتشر أحاول الديمقراطية وحاول كذا وحاول كذا ولكن عندما تحركت هذه الثورة وفرنسا الدولة كونتينونتال كبيرة في أوروبا ومهمة وتأثر في شنوبها وفي شمالها في أوروبا إذن لازم كل الناس يتدخل الدخلوا للمان دولة الأنقل دخلوا للمان ودخلوا لإنجليز ودخلوا الفرنسوين ودخلوا القياس والروس هو هو مش فقط هو حتى مفكري فرنسا الكبار تبنوه من الروس اليوم نجو نحكو على روسو نجو نحكو على روسو تيروسو تيروسو كان لجأ عند كاترين حتى ما اكتبت اشترتها كاترين الثانية متاع روسيا لأن القياسر ايضا كانت هكتب انه خب وقتها وكانوا حتى هم يحترموا المفاكرين ويفتشوا على منهجية روسيا الغالب المنهجية متاحها اخترتها هي منهجية فرنسية هي الثورة الكبرى او الثورة الدموية او الثورة بعدين البرولتارية معانا هي الثورة لازم تكون بورجوازية تثماش برولتارية كبيرة الوقت ومع ذلك تدخلوا فيه وظلوا تولت تتحد السوفيات يقوتوا روسيا قوتها اليوم ما فيهاش تدخلات اجنبية تدخلات دايما الموجودة هذك هي العجينة بتاع السياسة الدولية انت لا تعيش وحدك انت تأثر ومتأثر لأنه يتلح سؤال الآن في الدخبة التونسية ولا دا الناس على قل يفكروا الثورة العربية الكبرى ما تدخلوا فيه واخذوها لمكانها اي شحيح يقول لك كما نتسميها الثورة نتسميها القلاب كما نتسميها الثورة فوق عليه يتقول المنظر الثورة يقول كلا لا لا شوف هالي يقلاب وفي حين بعض الناس يقولين يقول كلا واستغلوا حدث اجتماعي متاع حالة ثورية كما تقولوا انت تاو ولكبا عليه ودخلوا وحاولوا الوجهة متاعو لفلف داتورني بتالي قابو احنا روك نقولوا هكا ما نقولوش انه رغم هم جابوا البنزين للمحمد علي شو اسمه محمد بعزيز عبدو عزيز يشابونه بنزين وقالوا بره احرق اروحك ورسموله المربع قدام البلدية منشان يصوروه مش هاده اللي نقولو فيه هما ينتظروا في حدث انا نقول لك عاملين مركات لليبيا قبل ثلاثة شهر لانه هما عنده مشروع هما فكر فيه هما هما فعلوا ما كان مفكرا فيه هما عنده مشروع من الفين وثلاثة يمشي يتغير ما كتعرف انت الامريكان مشروع الدولة السراتيجي دايما يبقى بل الاسلوب هو ليتغير الاسلوب هو ليتغير بقى يخي توى نشوه نحن نتهمه ان الشعوب هي عميلة الشعوب مش عميلة الشعوب راي تحت قيادة نوخبها نوخبها هي ممكن تكون عميلة ممكن حتى حتى ممكن تكون عميلة بيكون ادراكها ضعيف في أهماله وانتي قل جذوها منوخب الديموقراطية مصلحتها الموضوعية توجد هنا ايه هوقفنا مع الثورة لحظة هوقفنا مع الثورة كل انا واحد من الناس منش مقتعبا بها ان هي الثورة الشعبية كما كان لانه لا فيها موحن وفكري لا فيها قيادات لا فيها زعامات لا فيها اي شيء لا فيها اتجاه هي عبارة عن هبات اجتماعية غضب الناس فعلا محتاجين الناس فعلا محتاجين للديموقراطية خاصة غيان سياسي الطبقة الوسطى ما تنجمش تعيش في التناقض هذا لازم تحتاجها شوية الليبرالية حريات سياسية حتى تشتغل في الحريات الاقتصادية في السوق لا لازم كان فيه هالشيه داي لكن ما ننشموش احنا نقوله اليوم نقوله انه فيه ثورة علاش علاش لانه حدث حدث الثورة ولكن لم تستمر الثورة لم تستمر الثورة لانه الثورة دائما نقوله موجودة ولا مش موجودة من يوم حدثها ماذا اعطت ماذا قدمت ماذا غيرت احنا مشينا وين مشينا شو غيرت على مستوى البنية التحتية على مستوى واوضاع المواطنين على مستوى عطتنا دفق دفق او دفع حقوقي حقوقي وحريت تعليم وحتى الحريات هذه الفوضى لانه الحريات لازم تكون متناسبة مع قدراتك ومع ومع طاقاتك ومع فهمك ودركاتك وتعليمك وكل شي نحن عالم العربي لماذا كان محتاج هو محتاج للحزاب هذه تعمل الانتخابات ها ما يعملون فيها الانتخابات أو في الاردن يعملون فيها من الستεين ين في المغرب من الستيين في الكويت اي دوبنيا وكانوا يعملون فيها ما هي احنا محتاجين ياخي لتغيير جذري تغيير مجتمعي تغيير ثقافي تغيير اقتصادي تغيير تحالفات بين تغيير منهجية أخرى في الحكم هذا اللي محتاجينه حل هذا صار لم يحدث منه أي شيء أعطونا شوية قوانين هانا نتسلّ به ما هي الديمقراطية في الغرب بالنسبة لهذه الشعوب هو نعطيهم شوية تسلّوا به رأوا جالستهم وأعطانا حاجات كثيرة نتسلّ به وهما أخذوا الطروات وعندما قلقوا ولا فدوا ولا جواوا الناس غضبوا عليهم ولا كذا ولا حاربوهم هل سروح ومشاء